الحقيقة زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني رؤية الدولة المصرية من كل المشروعات اللي أنا هعرضها عليكم كان هناك هدف واحد فقط هو المواطن المصري وإزاي إن إحنا نحسن مستوى معيشة المواطن المشروعات مش ليس فقط لإنها تكون مشروعات ونباهي إن إحنا بننفذ مشروعات لكن نصب أعين الدولة والقيادة السياسية اللي بتتبعنا يوم بيوم هو إزاي إن إحنا بنحسن مستوى معيشة المواطن وده أهم شيء وده اللي كانت الرسالة اللي إن كنسيات الرئيس قالها يوم تواجده في سهاج من شهر يناير الماضي إنه هو بيؤكد وبصورة قاطعة إن إحنا هنستمر إن إحنا نضع صعيد مصر على قمة الأولويات والحياة فعلاً يعني الكلام ده منعكس ومترجم بصورة حقيقية من واقع إن مشروع أو المبادرة العظيمة ومبادرة حياة كريمة يعني الصعيد في المرحلة الأولى هو اللي بي له نصيب الأسد من عملية التنمية ترجمة نانسي قنقر